السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات تلميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرد الأول للدورة الثانية في مادة التربية الإسلامية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي إذن سنبدأ بقراءة الوضعية بعد ذلك سنمر لكي نجيب عن الأسئلة المرتبطة بها إذن نبدأ بقراءة الوضعية نشأ زهير يتيما بعد أن ابتلى بوفاة والديه ومع ذلك صبر ورضي بقضاء الله وقدره كيف لا يصبر وهو مسلم عابد لله تعود كل عام أن يسهم في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان لمستحقها من المحتاجين وكان كلما تناول طعام الصحور وصل الصبح جلس يهيئ لائحة المساكين ولائحة المحسنين الذين يسهمون في الدعم والمعونة كان أغلب محسني الحي يستجيبون لهذا العمل الخيري ما عدا هماما أو هماما وهو صاحب محل تجاري فقد رفض تقديم العون للمحتاجين بدعوى أنهم لا يستحقون قفة رمضان وكان يقول أنا لا شأن لي بالمساكين ولا أعترف بهم في إحدى الليالي وبعد أداء صلاة الترويح عاد زهير فوجد حشدا من الناس يقفون أمام محل همام والدخان يتصاعد بشدة لقد احترق دكان ذلك الرجل البخيل فليعتبر من لا يرعى حق المساكين هذا فيما يخص الوضعي نمر لآن لكي نجيب عن الأسئلة المرتبطة بفهم هذه الوضعية والمرتبطة بالدروس التي تعرفنا عليها في المرحلة الثالثة أقرأ الوضعية بتماعون ثم أنجز المهام الآتية السؤال الأول أشرح ما تحته خط في النص مسلم فليعتبر إذن مسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصمر رمضان وحج البيت وحج بيت الله إن استطاع إليه سبيلا ونكتب هو من شهد هو من شهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأن محمد ومحمدا رسول الله رسول الله وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة أفوا وآت الزكاة وصام رمضان وصام رمضان وحج بيت الله وحج بيت الله إن استطاع إليه سبيلا إن استطاع إليه سبيلا إذن نعيد قراءة هذا التعريف هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت أو وحج بيت الله إن استطاع إليه سبيلا فليعتبر إذن فليعتبر من لا يرعى حق المساكن أي فليتطعد فليأخذ العبرة أي فليتطعد 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 هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول نمر الآن إلى السؤال الموالي ثانيا وحدد طبيعة الإبتلاء الذي تعرض له زهير وأذكر رد فعله اتجاهها إذن سنحدد الإبتلاء ورد فعل زهير تجاه هذا الإبتلاء إذن الإبتلاء هو وفاة وفاة والديه والديه إذن وفاة والديه وكان رد فعله أنه صبر وردي بقضاء الله وقدره إذن وكان رد فعله أنه صبر ورضي أو ورضى أو كان رد فلي أنه صبر ورضي بقضاء الله وقدره وقدره إذن وفاة والديه هو الإبتلاء الذي ابتلي به زهير وكان رد فعله أنه صبر ورضي بقضاء الله وقدره السؤال الثالث أستخرج إحدى سنن الصوم الذي كان يحافظ عليها زهير خلال رمضان ثم أستدل على ذلك بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هنا من السنن التي كان يوضب عليها زهير هي تأخير الصحور على حسب ما جاء في النص إذن تأخير تأخير الصحور إذن سنستدل بالحديث حديث نبو الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنقول عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نقطتان تسحروا تسحروا فإن تسحروا فإن في الصحور في الصحور بركة عفوا بركة أو بركة فإن في الصحور بركة بركة إذن هذا هو الحديث النبو الشريف الذي سنستدل به عن سنة تأخير الصحور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا تسحروا فإن في الصحور بركة هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث نمر الآن إلى السؤال الرابع السؤال يقول ما طبيعة العمل الخيري الذي كان يقوم به زهير لرعاية حق المساكين إذن كان زهير يساهم في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان إذن كان زهير يساهم في جمعية خيرية في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان 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 للمحتاجين إذن كان زهير يساهم في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان للمحتاجين ثم السؤال الموالي خامسا ما موقف همام صاحب المحل التجاري في من هذا العمل الخيري وما عاقبة موقفه إذن هنا همام كان رافضا لتقديم يد العون وكانت عاقبة موقفه أن احترق دكانه إذن نكتب رفض رفض همام تقديم يد العون للمساكين 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 وكانت عاقبة وكانت عاقبة ذلك إذن كانت عاقبة ذلك احتراق احتراق دكانه دكانه إذن كانت عاقبة ذلك احتراق دكانه لنهدف ما يخص لإجابة عن السؤال الخامس نمر الآن إلى السؤال موالي سادسا بماذا تنصحه مام إذن هنا أنصحه أنصحه بأن يستغفر الله بأن يستغفر يستغفر ربه ويتوب إليه ويتوب إليه ويرعى حق المساكين إذن أنصحه بأن يستغفر الله ويتوب إليه ويرعى حق المساكين نمر إلى السؤال السابع والأخير استظهر كتابة من صورة القلم أو استظهر كتابة من صورة القلم ما يدل على عاقبة حرما الفقراء والمساكين من حقوقهم إذن هنا سنمشي صورة القلم وستخرج منها واحد الآية والآيتان التي تدل على عاقبة حرما الفقراء والمساكين من حقوقهم إذن نكتب قال عز وجل وجل نقطتان بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم نفتح المزدوجتين ونكتب إنا بلوناهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة عفوا الجنة إذا قسموا إذا قسموا إذا قسموا إذا قسموا مصبحين هذه الآية السابع عشر من صورة القلم سنكمل ما زال وَلَا يَسْتَتْنُونَ وَلَا يَسْتَتْنُونَ وَلَا يَسْتَتْنُونَ نائمونَ نائمونَ وَهُمْ نائمونَ هذه الآية التاسع عشر فَأَصْبَحَتْ كَالصَّارِيمِي فَأَصْبَحَتْ كَالصَّارِيمِي هذه الآية عشرون إذن عدنا الآية سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر عشر من صورة القلم إذن صورة القلم إذن هذا هو جزاء حرمان الفقراء والمساكين من حقوقهم نمر الآن إلى السؤال الثامن والأخير أشرح معنى هذه الكلمات لا يستثنون الصاريم إذن هنا عدنا في هذه الآيات عدنا وَلَا يَسْتَثْنُونَ ثُمَّ لَدَيْنَا أَصْبَحَتْ كَالصَّارِيمِ إذن بالنسبة للكلمة الأولى لَا يَسْتَثْنُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ إذن لَا يَقُولُونَ لَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ الصاريم تعني الليل أو الليل الأسود الليل الأسود هذا فيما يخص الإجابة عن التمرين الثامن والأخير في هذا الامتحان إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإنجاز امتحانات ودروس المستوى السادس ابتدائي لذلك لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم قول جديد دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء